مساء الجمال عزيزة المشاهدين النهاردة وإحنا بنحاول إن إحنا نعارف الست سر جمالها لاحظنا حاجة مهمة جدا نازم نتكلم فيها اللي هو دلوقتي المنتجات نفسها إحنا دلوقتي عايزين إيه هي المشاكل اللي مش بتقابل الست بس اللي بتقابل المنتجات كمان أول حاجة بتقابل المنتجات هي تسجيل وزارة الصحة تمام لو جدا نقارن ما بين تسجيل وزارة الصحة الموجود في مصر وما بين اللي موجود برة على سبيل المثال السعودية السعودية تسجيل وزارة الصحة بيقعد كام يوم بيقعد من 25 يوم ل30 يوم تعالى نقارن بي اللي موجود في مصر بيقعد من 6 شهور لسنة يعنيها دلوقتي كصاحب شركة عايز أمشي كويس عايز أعمل سجيل تجاري وبطاقة ضربية وعايز أعمل سجيل وزارة الصحة أو أحمل لمنتجي يبقى ماشي كويس ومتزبط أعد 6 شهور بادفع إيجار وبادفع كل حاجة تخص الموضوع دا طيب دلوقتي أنا جينا سألنا بعض رجال الأعمال طب هو إنت دلوقتي ممكن تشتغل من غير تسجيل وزارة الصحة طبعا قال لي دلوقتي إن أنا ممكن أشتغل لأن العميل في أغلب الأوقات أو في مجال التجميل ما بيطلبش أصلا يعني الحاجة الخاصة بوزارة الصحة طب إحنا دلوقتي كبرنامج وكإعلام هو الإعلام إيه الإعلام هو رسالة بيوصلها للحكومة أو للناس المسؤولين إن فيه خطأ ما بندضوء حسب نوع الحاجة أو حسب المشكلة اللي عندنا فيه ضوء أخضر إن يا جماعة فيه مشكلة وإحنا بنحاول نحلها الأول مشاكل دلوقتي اللي حم نتكلم فيها هو السجل أو التسجيل وزارة الصحة إحنا دلوقتي الناس كتير قوي عايزين نسجيل وزارة الصحة طب ليه إحنا ما نبعدش من هنا لكل الحكومات أو للحكومة أو للقائمين على الحاجة دي يا جماعة إحنا عايزين نسهل الأمور عايزين نبقى ندعم الموضوع ده طيب حاجة كمان إحنا دلوقتي ماشيين في مجال إن إحنا بندعم المستثمرين طيب الاستثمار بره إيه والاستثمار جوه إيه الاستثمار إن راجل الأعمال بيجي بيدفع عشرة في المية بعد كده بيعمل إيه بيبقى الحكومة أو البلد بتدعمه بتديله أماكن بتديله قروض وحاجات تأهله للكلام ده بتسهله كل حاجة إحنا للأسف الشديد ما بيحصلتش كده إحنا للأسف الشديد عشان يجي يعمل السجل أو زي ما احنا قلنا تسجيل وزارة الصحة والكلام ده بيقعد ستة شهور وسنة وسنة ونص هل راجل الأعمال هيستنى ده كله؟ لأ طبعا طب تعالى بقى على الجانب التاني بعض النقابات إحنا مش بنقول كل الناس إحنا بنتكلم على بعض النقابات هل في نقابة تجميل في مصر؟ لأ طبعا أو إلا ما رحمه ربي ناس قول إيه لأوي طب إحنا حاولين نتكلم إحنا دلوقتي مثلا أنا أما جيت قعدت مع ناس أو ناس من برق قال لك النقابة عندنا هي رقم واحد هي الحاجة الحكومية اللي بترائب وبتنظم عملية التجميل إمكن الناس تبص للتجميل على إنه شيء تافه على فكه أنا عايزة أقول لكم التجميل في شركات في أماكن كبيرة زي دبي وزي السعودية بيدخل مليارات للبلد مليارات بيوفر فرص عمل بيوفر شغل كتير جدا لناس كتير جدا بيعمل قوة اقتصادية وسياحية فوق ما تتخيله يعني الناس ما تستقلش بالموضوع ده لأن الموضوع قوي جدا فوق ما تتخيله طب إحنا عايزين ندعم الاستثمار الرئيس الفترة اللي فاتت ودلوقتي قال يا جماعة إحنا عايزة حابين ندعم الاستثمار طب ندعم الاستثمار إزاي إن إحنا نغير القوانين معينة ده الرسالة إحنا عايزين نوصلها إن قانون تسجيل بتاع وزارة الصحة لازم أن يتعدل لازم أن الناس دي يبقى أكثر مرونة جوا إن شوف مدام عفاية في الدور السابع ولا الأستاذ مش عارف مين الدور الخامس لأ يا جماعة إحنا داخلين على عشرين وعشرين داخلين بقوة داخلين كل الناس متابعة دلوقتي مصرفين إحنا عايزين في مجال التجميل نبقى بنفس القوة بل وأكثر إحنا بلد عندها قوة كبيرة أوية سواء قوة سوئية كواء سواء شرائية كواء سواء أماكن سواء كل حاجة متوفرة عندنا إلا حاجة واحدة بس اللي هي القوانين اللي بتدعم كده نرجع برضو لموضوع النقابة هل دلوقتي في حاجة اسمها نقابة يعني مثلا زي نقابة المحامين كده بتدعم اللي بيشتغل في مينة التجميل لا مفيش الكلام ده يعني برضو هرجع أسأل حضرتك دلوقتي هل ليك معاش هل ليك مكان تتعالج فيك هل لما حضرتك لقدر الله تتوفى بتلاقي حاجة بتسند عيالك بعد كده اللي احنا بنشوفه في مجال التجميل حاجة مختلفة خالص اللي هم يلموا البعض او الكلام ده احنا اكبر من كده احنا ليه المهنة دي احنا المستقلين بيها لا دي حاجة كبيرة واللي بيعمل في مجال التجميل حد قوي جدا حد بيحول الشخص بلوحة فنان او رسام زيه زي الدكتور زي شاسبوهندس زي الناس دي كلها بالزبط فاحنا مش حايزين نقلل من الموضوع ده بل احنا عايزين نقبر يبقى احنا عايزين نقابة نقابة تكون مدعمة طب ايه اللي موجود في السوق اللي موجود في السوق للأسف اه جمعية بس متسمية نقابة طيب اه برضو عايزين نلقي نظري على الموضوع ده فين الرقابة يعني انا دلوقتي جمعية انا بعمل كورسات انا بعمل ايفنتات انا بعمل انا بعمل انا بعمل حاجات دي كلها طب دلوقتي فين الرقابة دلوقتي الناس دي بتحصل فلوس. فين حق الدولة في الفلوس دي? طب انا لما باجي دلوقتي اروح لنقابة او 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 الاماكن اللي بتسمي نفسها لنقابة. اه هل انا بديهم فلوس? طب الفلوس دي انا باخد وصل حكومي ان انا اه دفعت الفلوس للمكان الفلاني ودي حاصل على 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 الدرائب والحاجات دي كلها. طب حاجة كمان المهرجانات. الناس تستقلب الملف ده مع ان الملف ده قوة جدا. طب احنا دلوقتي اه الناس كلها شايفة على الشاشات التلفزيون. اه سبعة وخمسين تا سبعة وخمسين والسرطان. انا عايز اقول لك. اول حاجة بتجيب السرطان هو البروتين اللي فيه فرمالين. طب هل ده متواجد? لا متواجد وبقوة. طب فين الرقابة? طب اه 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 احنا لغاية دلوقتي بنشوف مهرجانات ويفنتات بيبقى فيها كمية بروتين مليان فرمالين بطريقة فوق الوصف. طب يا يا جماعة احنا مش 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 بنتهم حد. احنا بنقول او بندي ضوء احمر يا جماعة فيه مرحلة خطر. لازما اه الحكومة او اه حماية المستهلك او الناس اللي عايزة تدعم تبدأ تدعم الناس اللي عايزة تشتغل صح بقوانين كويسة وتتحارب الناس اللي بتشتغل غلط. وتدعم الناس انا حرام ان واحدة واحدة تستخدم حاجة فيها فرمالين ويجي لها كنصر. احنا بنتكلمش فردس. احنا بنتكلم في حاجة قوية جدا. ستة اللي بتستخدم فرمالين. اللي بتشتغل بيجي لها كنصر. واللي بيشتغل لها بيجي لها كنصر. يعني احنا بخلنا في مرحلة خاطرة جدا. السعودية على سبيل المسال يمكن انا اه عشان ليا ليا اصدقاء كتير او في السعودية. الناس بيقولي ايه? الحكومة تحركت بقت تعمل اي حاجة مش واخدة تسجيل وزارة صحة. بقى على الشخصية دي او او الكيان قوي. تحفظ على اقتصادها. طب وحاجة تانية. البروتين ده جاي منين. البروتين ده متهرب. متهرب. برضو انا كنت بقول دايما اني اني اه الشر او اهل الشر زي ما سماهم سيادة الرئيس. اه عاملين زي الاختبوت. هتلاقي لهم في كل مكان زراع. وهتلاقي فيهم حتى برضو ايه حاجة في احد الحاجات اللي هو قالها في التلفزيون. قالك هما موجودين ما بيننا. هو ده اللي نقصده. ان حضرتك التهريب مش لازم ان يكون شخص عادي. لا ده فيه مافيا للتهريب والحاجات دي. فاحنا ازاي نوقف التهريب? ازاي نعلي من سوق التجميل في مصر? اللي احنا عايزينه احنا مش عايزين نتاهم حد. ولا عايزين حد يتقذي. احنا عايزين تغيير قوانين. قويسة. اه محاسبة الشخص اللي بيعمل. اه طب انت بتقول المحاسبة. اه انا بقى. اما هو دلوقتي حضرت لما لقدر الله الشخص ده يجيب قنصر لشخص لازم يتحاسب. لازم يوقف. لازم لازم لما واحد دلوقتي يعمل مهرجان بملايين. فين حق الدولة? فين الضرائب? طب تمام. فين شكلنا قدام الناس? انت بتشوف المهرجانات دي بتزهر الناس عندنا بصورة سيئة جدا. ده اللي احنا عايزين بنوجهه للناس كلها. احنا. والاهم من ده كله. دلوقتي احنا اه كان الحرب ما بيننا او او الشغل ما بيننا وبين تركيا كان اه مش مكشوف. لأ دلوقتي بقى الموضوع مباشر احنا بنقول ان احنا معاديين او او تركيا معادينا لغادي دلوقتي. لما تلاقي رجال اعمال رايحين تركيا يدعموا الاقتصاد التركي. يا جماعة ما ينفعش ان احنا نكون كشعب سواء بقى برنامجي سواء اي برنامج في الدنيا احنا كلنا طبقين لمصر وجيشها. لما يكون راجل اعمال تركي بيدعم اقتصاد تركيا او بيروح افنتات ليهم او 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 الكلام ده كله. لأ ما ينفعش. احنا لازم نقف جنب بلدنا. نقف جنب المنتج المصري. ندعمه بكل قوة افنتات محترمة. يكون فيها اه شركات تسويق. يكون فيها نظام. يكون فيها حق الدولة متاخد. نقف جنب الاستثمار. الاستثمار دلوقتي رجال اعمال كتير جدا. واحنا كنا وسيط ما بيننا وما بينهم. عايزين ييجوا. بس بي. زي ما قال له استاذ رئيس مات مرة. القوانين عندنا عايزة تحديل. واحنا بنبعت من هنا صرخة لكل الناس اللي لهم علاقة بالتجميل. يا جماعة تسجيل وزارة الصحة لازم يتعدل. النقابات لازم ان يكون فيها رقابة. المهرجانات لازم ان يكون فيها رقابة. لازم ان الناس تشتغل بجدية. ان هي تمنع التهريب. تمنع تدعم المنتج. نعمل مهرجانات وايفنتات خاصة. في زي مثلا معرض الكتاب. زي الاماكن دي. تكون الحكومة هي المسؤولة عنها. كده انا تجبرني انا ان انا اجيب تسجيل وزارة الصحة. تجبرني ان انا اجيب سجيل تجار وبطاعة ربية. تجبرني ان الاقي السوق كويس. انا دلوقتي انا حايز اقول لكم احنا بنمر بخطورة كبيرة جدا. في المجال ده انا انا قلت وهقول تاني. اه بروتين مليان فورمالين. ايه اكتر من انك تلاقي حاجة فيها الكنسر. ايه اصعب من كده. انا ما بقول لكش برد. انا ما بقول لكش التهف في الجلد. انا بقول لك وصل لدرجة الكنسر. يعني احنا كحكومة وكشعب بندعم 57 و 57 من المستشفىات دي. وهم من ناحية تانية بيعملوا كده. يبقى حضرتك. لما تدعم الحاجات المش كويسة. لما تدعم اماكن معادية لبلدك. كأنك دلوقتي لما بتشتغل المنتج التركي. او تدعم شغلهم. انت بتشتري بفلوسك رصاصة. احنا بنتقتل بيها. فين الوطنيات كده او يعني ده مش ده انا انا لو لو انا مسئول عن البلد او او من المسئولين انا عقب الشخص ده بالخيانة. ازاي يا جماعة ازاي انا دلوقتي راجل بنتامي لمصر اروح ادعم اقتصاد بلد تاني. او لبيان انا دعم بلدنا. ازاي? ازاي دلوقتي لما يكون ايفنت وفندق وفندق كبير. والايفنتات دي مش مش معمولة. الايفنتات دي اغلب من نصها مليان فرمالين. فين الرقابة? اهو ده اللي احنا بيبعاته معنا اه جمالك هيتوقف على اني نجيب لك منتجات كويسة. هنجيب لك منتجات كويسة. الفترة دي للأسف الشديد. ما 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 المنتجات الكويسة مش لقى اللي يدعمها. عشان كده انا طلعت بره الصندوق او بره برنامجي عشان اوصل رسالة. احنا عايزين بلدنا بشكل تاني. احنا عايزين اه نبقى زي ما احنا اقوى بلد دلوقتي في الجيوش. والناس كلها بتسمع بينا نبقى اقوى بلد في التجميل. وده سهل جدا على فكرة. الموضوع كله يا جماعة ان احنا نعدل قوانين بس. ان احنا بدل ما تسجيل وزارة الصحة بيقعد ست شهور وسنة. لا يقعد عشرين يوم. يقعد تلاتين يوم. ليه يا جماعة. يعني الناس دي بتخترع واحنا ما بنخترعش. لا عجل. احنا عندنا عقول وإقدارات كويسة جدا. زي ما احنا برضو في اول حلقاتنا جيبنا دكتورة فرح. والكلمة عن البحث القلمي احنا عايزين برضو الوزارات تبقى بنفس القوة. احنا عايزين الوزارات وتسجيل وزارة الصحة. والركابة والحاجات دي على المتجاتب بنفس القوة. هو ده اللي احنا عايزين نوصل لها. وهناخد فاصل وهنرجع لكم مع المتميزة داليا طارق. انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان جايب لكم النهاردة حد متميز جدا. حد من الناس اللي بشهد له بجد انه هو دكتور في مجاله. جالها كل انواع الشعر اللي انت تتخيلوا ولا تتخيلوا. ازاي بتحولوا 180 درجة. لو شعرك بويز متضمر في اي حاجة مع المتميزة داليا طارق هتثبته لك. منورانا ومشرفانا يا سيداني. الله يخذلك. شكرا. وطبعا كالعادة بومبونية سر جمالك الاعلامية منه اشرف. منورانا ومشرفانا. عزي. الحمد لله. احنا عايزين نتكلم من النهاردة عن اه بحكم خبرتك بقى. تشرح لنا الحالات اللي هي جات لك. كانت شكلها عاملة ازاي? كان دنيتها عاملة ازاي? ازاي حولتيها من شعر بويز ومتضمر? وعزي انا مشاهدين برضو الناس اللي بتتعامل مع منتجات سيئة. المنتجات السيئة بيحصل ايه? اولا يا سيد داليا دلوقتي هتشرحينها كل حاجة. اولا انواع الشعور يعني عمتا فيه شعر مثلا مسبوغ وكان بيجي لي مثلا شعر لوكيرلي بقى اول مجعد وكده. حاجة كمان احنا بنشوفها في ناس كتير قوي. السابغة يا جماعة فيه ناس عندها فوبيا قوي. يعني انا جبت الليون ده لان مع جميش اغيره. اه ممكن واحدة تعمل سابغة ثلاث مرات في اسبوع واحد. ممكن تعمل كام لون في. دي ما بتقصرش على الشعر؟ طبعا بتقصر جدا وبتهيشه وبتوقع ومع التكرار اصلا بتخلي الامونيوم اللي في الشعرية بتروح يعني ممكن يحاول الشعر اصلا ان بيفقد الامونيوم بعد كده بيتلاقيه بقى وقع او ايوه طبعا اكيد يعني. يا بقى دلوقتي المفروض ان حضرتك تتسبتي على لون واحد او تقعودي كل فترة طب والفترة بقى يعني انتي بتنصح كل واحدة لو عايز تعمل لو عايز تتغير من اللوك احنا ما عندناش مشكلة يا جماعة انت بغير اللوك بتاعك. بس احنا كل مشكلتنا ايه? في الفترة. الفترة بقى. ممكن سنة. سنة دي يعني بتخلي الشعراية بقى مرتاحة. الشعراية بقى مبتهلكاش لان السبغة دي بيبقى قبلها بودر التفتيح. التفتيح ده لوحده نصيبة. يعني بودر التفتيح دي قبل السبغة نصيبة لوحده تقع الشعر. فيydروانات بتخلي التفتيح ديوصل يليفي العسرة. يليفي العسرة ده يعني خلاص بقى وصلتي بالشعراية. حسنها لونها دخلة في لون الأبيض شوية وتخدش للأبيض خلاص دي بقى بتبدأ أتوقع شوية طبعا يعني عشان ترجعي الشعر تاني لونه بزمن سنة على قل يعني حتى لو كل سنة لون بيبقى يخلي حتى شوية تاني لو أنا أحتاج أن أنا حبدأ بقى أن أنا أحافظ على شعري ومش أحط عليه سبغات أعود فترة قد إيه يعني مش فاهم أقولي ممكن سؤال تاني يعني هي دلوقتي بتسأل حضرتك الفترة قد إيه ما بين كل سبغة وسبغة عشان يبقى الشعر صحي وما يحصلوش أي مشاكل سنة سنة طبعا شعر سنة من غير ما تسبغي يعني أنت مثلا سبغتتي وليكن مثلا الشعر ده تمام قدي بقى بعدها سنة ما هو هيفضل اللون نصف شعري لازم أن يهدى الأول من السبغة وبعد كده أرجع تمام أين طيب أنا من خلال متابعة الشؤولة حضرتك لقيت حضرتك حتى صور كتير قوي لشعور فيها حفر أو فيها الحاجات دي إيه الأسباب اللي خلت الشعر ده يبقى بالطريقة دي من وجه نصف عليك أولا ممكن مثلا يعني ممكن أول حاجة ممكن وراسة ممكن أنيميا ممكن سبب سوء استخدام منتج أصلا قبل كده كان وحش وقع الشعر وفيه فرمالين طب إيه وقع الشعر عمل تقطيم طب البروتين حضرتك بيتعمليه فقدام أولا البروتين اللي أنا بشتغله يعني هو كويس جدا مفهوش فرمالين ومفهوش وكل أصل مواد طبيعية وزيوت وكده يعني منتج طبيعي يعني أول حاجة الأستاذة داليا كلمتها النحية دلوقتي من أسباب التساقط إن حضرتك يكون عندك أنيميا أو غد تمام لازمني الأول أبن مطروحي للأستاذة تتعالجي من أنيميا أو الغد أو يبقى على نظام طريقين أول طريق تاخدي حاجات تعالجي بقى الأنيميا طبعا هي معروفة الكبدة وحاجات اللي هي في السادالية فيه ممكن بقى فولك أسد اللي هي الحاجات بتاع الأنيميا متخصة للأنيميا أصلا تمام يعني هي قبل ما بتيجي لازم أن أسألها يعني هي مثلا بتقولي شعري بيو أو أي أن كان بقى الأسباب اللي بتقولها أول حاجة بقولها لأول مثلا مع كلمة شعري بيو لازم أن أول حاجة تعمل تحليل أنيميا تمام ده أول حاجة والحاجة التانية هي اختياراتك للمنتجات يا جماعة قلنا مليون مرة ما تختاريش الأرخص اختار الأجوة ليه تعالي معي أنت دلوقتي عملت مثلا وليكن شعرك بمبلغ قليل ووقع هتصرفي عند الدكتور الجلدية مبلغ كبيرة عشان ترجعيه تاني زي ما كان على فكرة أنا برضك عاملة يعني عاملة عروض بأسعار قليلة بس مش معنى أنا عاملة عروض بأسعار قليلة يبقى المنتج سيء أو وحش يعني فهم أصول لا بس يا سيزة هو دلوقتي مثلا أنت حوليك بتستغني عن هامش الربح بتاعك بالضبط مقابلة عشان يعني مثلا صعب عليك مثلا أنا نفسي والله بشوف شعور يعني نص تاجل نص تاجل مرأة شعرها أكيد طبعا لما تتنازل عن نص تاجك عشان خاطر 100 جنيه ولا 200 جنيه وتتملت 100 جنيه زيادة شكل الشعور والية بتقع حاجة يعني عايزة أقولك تتعب وحاجة كمان إحنا قلنا في الفقرة اللي قبل كده قلنا يا جماعة الفرمالين مش موضوع أنه بيأذي شعرك بس لا ده بيسبب كانسر لا قدر الله يعني أنت وبيأذينا كمتخصصة وأنا شغالة يعني لما يكون منتج فيه فرمالين عالي بيعمل دخانه بيسبب لي أنا أصلا أمراض قبل ما يسبب لي العميلة فلازم يعني أنا بختار لي نفسي قبل ما بختار لي العميلة برضو لازم أن أختار حاجة كويسة نفسي أعيزة أعرف السيريري بتعملي الشعر يعني أكثر حاجة 1200 جنيه ده لو الشعر بقى طويل وتقيل وكده وباك تجي العروسة بقى والسبغة والكلام ده والسبغة برضو كعملة من أول 200 لو لون واحد لو ألوانات بقى فيها تفتيح برضو وشغلي كتير بتزيد برضو بتصل 350 يعني هو بيعد فترة على الشعر سنة بالزبط البروتين؟ أه سنة سنة زي الشعر زي ما هو هي بس الجدور اللي بتطلع حسب بقى نموه شعرك خالص على الشعر لا لا ولا بيسبب تساقط إيه هي الحاجات اللي هي تعملها عشان تحافظ وتقعد سنة زي ما انت حضرين بذي الكالينة؟ أول حاجة طبعا لازم الاهتمام يعني هي بقى خلص هي يعني مثلا عمل الشعراء لازم ودفعت فلوس لازم أن تحافظ عليه يعني مثلا تستخدم مجموعة عناية كويسة مثلا غسيل الشعر ما يبقاش بتكراره على طول ما تتعرضش شعراها لحرارة زي استشوار أو مكوة أو بيبيليس أو كده يعني انت بتعمليه بس مش بتستخدمي بعد كده البيبيليس أو لا لا خلص انت مش بتبقى محتاجة أصلا مش بتبقى محتاجة ولا بيبيليس ولا استشوار ولا أي حاجة يعني هتلاقيه مفروض أيوة بالضبط كده وحاجة كمان عازل نوصلها بس للناس يا جماعة الشعر الناس بتتعامل معه كأنه حيطة حاجة جماعة بالعكس لو حامل زي البيبي الصغير كل ما حضرتك الدتيل وغيزة غلط يدمره حضرتك دلوقتي وليكن مسرد احنا بنقول علي الناس بس الناس بتتحكي بتستهتر بالكلمة حضرتك دلوقتي لما انت تيجي تعملي تاخدي شعر المية اللي انت شفتيها دي تعالي حضرتك دلوقتي هاتي فينطر وعملي تستعى المية قبل وبعد وشوف المية عاملة ازاي فيها كمية مشاكل بتبوز لا ياريت على قبل ازيد الشعر بس ده انت حضرتك لو تبعتي بيقولك ان المية دي بتقضي على الغسالة ايوا ايوا الحديد بتبوز الحديد بتاع الغسالة الحديد بتاع الغسالة فما بالك شعرك بقى وما بالك المسام بتاعتك فاحنا بننصح كل الناس لا حاولوا على قد ما تقدر ان الشعر بالذات ما يتعملش بمية عادية ده انت عارف البروتين ده بيقوز بيتقوز شعراية ايوا بيقوز شعراية ما بيطلحاش فيه بروتين ممكن يطلح شعر مجعد وبيض لكن ده انا اصلا يعني جاتلي حالات يعني لو انا حتى البروتين بتاعي وحش مش هجيلي مرة واثنين وكده انا دي واحدة جاتلي تالت مرة تعمل بروتين عندي انا شفت الشعر يا استاذ احمد جميل جدا مش هفتها بولا ومش كده كمان بس ده انا امتابع البيتج بتاعي استاذنا بقالي فترة كل فترة بيجي لحد يعمل حاجة لايات ترميم الترميم ده معناه ان حضرتك البروتين المعمول بيه او المعالج ده مطول الشعر من 5-7 سنتين ما هي بتقولي بيطول الشعر بصورة ما هو بقى بص استاذ انت ده ده ايه الفرق ما بين العادي وما بين البروتين الكويس البروتين اللي مليان فورمالين اللي بيجيب كنسر ده بيعمل عملية التساقط ممكن مع الوقت اصلا بيقصم الشعرية يعني انا كنت اشتغلت شعور مقطمة اكسن بالله الشعر من جوة متضمة انا بقيت يعني بقى صعبان علي الحالة اللي انا بشتغلها ليه لان الشعر بص انا واحدة من الناس شعري كان يكد يكون معلش عايزكي كده تنصحي البنات بكم حاجة يعملوها يعني قبل ما حتى يستخدموا البروتين على شعره ما هو يعني انت بسلا لو شعر كويس اصلا عمتا ليه تلجئي للبروتين تمام عشان يفرد الشعرية تمام يبقى كده الشعر مش كويس يبقى كده الشعر متقطب والشعر مش مفروض لا انا ساعات بيجيلي مثلا حالة بتبقى مش محتاجة البروتين انا ليه بقى دخلها في سكة البروتين في حاجات تانية مثلا ممكن انا اقصد ان هي ازاي ابدا متخشة على البروتين اه اه يعني انتي اجهزة ازاي لدخول البروتين اه اه اولا بتخسل الشعر لمدة اسبوع طبعا توقف الزيوت تماما وبتخسل الشعراء يقام بشامبو كلير يقام يعني اي حاجة بقى ليه بتاع الاشر عشان تنضب فروط الرأس فجهزة بقى اسبوع اقول لها مثلا اسبوع تفضلي بقى تخسلي شعر كده طيب والبروتين ده ينفع الرجالة كمان اه انا عاملها لاخول يعني السيدات وال اه ايوا طبعا انا عاملها لاخولة ومسايا اه اه لعلمك يا قلت لك قلت لك قلت لك على اوه اني اعملها لك اه تا كان بيقولي اخدشلك على اوه اتكلمة وفضحة لا اه بجد تسلم ايدك بجد البلج بتاعك عادي جدا مبين شغله قوة جدا مبين قد ايه ان انتي حد عندك ضمير تعالى انت شفتها اللي بتجيبتها عالي جدا اه طبعا انا امتبع السيداليا من فاطر البيعوي وامتبع قد ايه هي برضو اه حاجة كويسة في السيداليا اني اما يعني وصلت لاعلى ليفل بس بتحب تطلع تحب تاخد كورسات عند ناس كويسة شوفوا حاجات الاحسن اه طبعا مهما بلغتي من العلم في ما هو اعلم منك في تكات وحركات لكل حاجة انا في صراحة شوفت الحاجات انبهارت انبهارت لا بسم الله تلعروح عامل مليش دقوا هيكسر كتير هيكسر كتير بجد اللي ما يبقاش مع سيداليا طارق اللي هي حد متميز حد عنده ضمير بس تبياخد فترة قد ايه وانتي بتعمليه بياخد الفترة بتاعته قد ايه على حسب بقى طول الشعر بس هو عمتا ممكن نخش في ست ساعات يعني كل ما يزيد طول الشعر اه بيزيد الوقت بقى لانه طبعا الشغل لا وفيه كمان حاجات مهمة دلوقتي الشعر انت حضيك عندك انواع شعور فيه شعر البيور مثلا اللي عمر ما خد بروتين قبل كده ده بياخد وقت لانه هو بيمتصف بروتين وصعب بتجيلي شعور اصلا صعب جدا يعني انا والله بتجيلي شعور انا اصلا بيصعب علينا انا طلحها وحشة فبحاول اطلحها حلوة بس يعني هو بيبقى غزبا عني شعر ايه اصحب الشعور اللي جات لك الافريكي عمتا ده شغله بيبقى متعب جدا لانه بيحتاج كبس كتير وشغل كتير بس العلم احسن حاجة بيبان في الشغل اه بيبان جدا بس تبدأ ازاي تحافظي على الشعرية بعد ما تتعمل بروتين يعني بتستخدم لها ايه احسن حاجة بصيها عمتا احسن حاجة كل بروتين عمتا اللي هو منتجاته يعني مثلا انا بشتغل مثلا ببروتين اتش او المجموعة بتاعته لازم ان تمشي بمجموعة اتش او ده بقى بتحافظ على الشعر بتديله مثلا ان هو ايه طول ويعني فهمني اي حاجة في الدنيا عايزة بس اعرف انا دلوقتي لما اجي اخسل شعري اخسله كم مرة عشان طبعا انا بسمع في الصيف مرتين عشان طبعا بنعرق بقى وكده في الشتا يعني كفاية مرة واحدة طول الشتا لا مرة واحدة في الشعر عشان جاه لا ما هيصدقوا الموضوع مرة واحدة في الاسري طب كمان في سؤال مهم او ما بيسألوه يعني اخسله بميا عم ازاي لو بسرت بميا سخنة احنا قلنا ممنوع با الحرارة ممنوع التعرض للحوالة طب ماشي لو جابت ميا زاقعة هيعمل لها اشر لازم ان المية تكون وسط اه فترة كده ولازم ان ننهي اخر يعني اخر حاجة بقى في الشوار بعد اما انخلص تقلب شعرها كده وتخسله بميا ساعة عشان تقفل المسام تاني لازم تقفلي المسام الشعرية حتى مسامة البشرة برضو لما اتتعرضيها لبخار اكيد لازم ان تقفليها بالميا ساعة اهو لازم ان ننهي اخر المعلومة دي مهمة جدا لازم لو انت حضرتك عاملة بروتين ما تستخدميش ميا ساعة هيجيلك اشرة مش من البروتين ومن الحاجة ده كده من سوق استخدامك للميا ولا ميا سخنة لان الميا سخنة بتفتح المسام الشعرية وبتنزل البروتين يبقى انت ما عملتش حاجة لا او غير بتنزل البروتين انت هتوقع الشعرية يعني ممكن مثلا اخدت شوارة هو بميا سخنة وتلعت بتتسرح خلاص المسامة مفتوحة فبتتسرح الشعرية طوح ترجع بقى تقول ده البروتين وقع شوارة لا البروتين انت طريقتك مثلا في الغسيل بقى او الاستعمالي الشخصي لنفسك انت استعملتي الغلط يبقى زي ما احنا بنقول دايما للناس هو الموضوع مش انك روحت المتميزة بس لا انت حضرتك المتميزة شغلها انه هي تخلصك الموضوع او تظهرك في احسن صوت 90% من الشغل بيبقى بعد ما تخرج من عند المتخصص ده شغلة حضرتك انت ازاي تهتم بالشعرية وللأسف ده نسبة كبيرة من المشاكل بتحصل هنا هي خلاص اعتقدت انها راحت عند المتخصصة خلاص بقى يفضل طول سنة لاما هتجيب المشكلة في المتخصصة لا خالص هو الموضوع كله ان حضرتك استعملتي ما بعد البروتين او ما بعد ما الشعر تزبط كويس هيفضل معاك كويس استخدمتي غلط هيبقى الموضوع غلط وكفاية يا جماعة تخلوا المتخصصة هي شمعت غلطكو او شمعت اخطائكو لأ حضرتك وبرضو ده رسالة المتخصصة خلع عندك قوة شخصية انا في شغلي مثلا ما ليش يعني لو اطعتك في شغلي مثلا يعني لو العاملة جايلي فيه تساقط فيه اشرة فيه اي مشاكل في الشعر وعايز تعمل البروتين لازم ان اول حاجة بعالك كل الحاجات دي طه فيه حاجة معينة ممكن استخدمها لشعري مثلا بعد البروتين حاجة معينة مثلا هو لازم ان تستخدمي مجموعة البروتين محبوسي زي زي الشركات الكبيرة لما تيجي تقولك مثلا ده منتج كذا لازم ان تستخدمي له الحاجات الصيانة الخاصة بي لو استخدمتي منتج تاني بيدي تأثير عكسي حتى لو اللي اتنين كويسين يعني ماينفعش مثلا اكون بيشتغل بمنتج وروح اجيب بقى مجموعة عناية بتاع منتج تاني وهو ده برضو كيأثر على الشعر يعني ماينفعش استخدم مثلا مرة كلير مرة لا ده اصلا انت في عناية كلير ده هو بداية بس يعني منتجات عناية عشان الموضوع ده مهم جدا منتجات عناية يعني زيرو السوديوم وزيرو نطرات السوديوم يعني حاجات ما فيهاش مواد معينة بتبوز الشعر انا اصلا كلير ده يعني بقى هي يقبيش شعر للبروتين ماينفعش خالص استخدمه بعد البروتين هي ما تستخدم؟ في مجموعات معينة للبروتين بتكون بقى مفعشش ولا سوديوم بقى ولا امونيوم ولا اي حاجة تضر الشعر طب انا عايزة اعرف انواع الشامبروت دي اللي انا استخدمها حسب البروتين حسب البروتين انا قلتلك مثلا انا بشتغل البروتين بتاع حضراتك انا مثلا بشتغل بـ H-O المجموعة بتاعه برضو كنفس H-O نفس هي المكونات المكملة اصلا للبروتين كويس انك اصارت نقطة زي دي عشان مهمة جدا يا جماعة برضو الناس حتى لما تاخد منتجات العناية بتستعملها غلط ليه؟ احنا خلاص هنخش شور يبقى معنا الشامبو خدنا شورتات 4-5 مرات الشامبو برضو لا هو الشامبو مرة واحدة الشامبو يا جماعة بينشف فروة الروس وبعدين حاجة انا مثلا لما بقوحدة مثلا بتيجي تعمل برووتين بتقعد على اقل مثلا شهرين او على الحسب بقى حالة الشعر ممكن واحدة عادة شهرين ممكن واحدة عادة شهرين ممكن عادة ثلاثة من غير ما تحط الشامبو نائي على شعرها حتى لو بتاع البروتين بيقعد ثلاث شهور مثلا في الشعر او اربع شهور لا ده مش بيكون برووتين بقى ده بيبقى اشتغالات بقى بيقولك ترميم مش عارفة ايه بيحط عليه نسبة برووتين فبيبقى خلاص هو الوقت بتاعه شهرين شهر واصلا بيدمر الشعر كمان بعد كده انا بشوف بعد كده الشعرية بلاقيها مش يعني بترجع تاني لحالتها السيارة ياريت بقى بترجع بس بترجع واسوأ كمان ومتقطم انا بقى انا باش نسيحة لها انا بسيحة لك انا بسيحة لها داليا كانت عند احد الناس وهو عملها شعرها فهي لما جات اشتغلت المجال ده قالت انا مش هايز اوارل الناس الا انا شفته الا انا شفته بالضبط اه انا تعزدته الله يصعب على الست ان هي تبص في المراية تلاقي شعرها اللي كان واو اللي كان اخر ضائرها بقتوها او او في اماكن كويسة او في اماكن وحشة او بقى منحكش او بقى بايز يعني ازاي فهمها انا شعري ما كانش فيه والله ما كانش فيه قصرة ولا كان فيه حاجة بس هو بقى اللي انا عايزة خليه بقى سايح كده كده زي فكدت شغالة يعني مع واحدة فعملته لي بس بعد كده عارفة بقى اللي هو اتدمر بس تعلمت تعلمت يتعمليه ازاي اولا انا كدت شغالة الاول مع واحدة زي اي حد ما بيبتدي يعني وبعد كده بقى قلت لأ انا مش همشي بتعليم حد يعني انا مثلا شفت شعري انت حدت بس الفكرة فاشتغلت يعليم اه مثلا لا هي شافت الناس بتعمل ازاي وخبرت الصابقين ما وده من الحاجات الكويسة برضو في داليا ان هي ان هي بتدور انا محبت شامشي بتعليم حد فاي حد بص بيعرف الاساسيات الاول وبعد كده بيضيف لمسته زي بالزبط الاكل خمسمائة شيف بيعملوا نفس الاكلة في ريخ مثلا بس تلاقي التوابل هنا مختلفة التوابل هنا مختلفة كده انا بقى رحت خدت كرصات ماشي تمام عشان بقى بقى بدماغي انا شغالة بدماغي ما مشيتش بتعليم حد ما حدش يقولي انت تعليمتي مثلا مني ومشيت لا انت اصلا معلمتنيش حاجة على فكرة انك تمسكي بروتين ومكوة ده سهلي جداً على الناس طب اسمعين طب اسمعين لايك انا اقصد ايه انت دلوقتي مكوة او الناس بتظن كده ان تمسكي بروتين ومكوة سهل لا يا جماعة هو الموضوع ازداد تبقي متخصصة عشان ده برضو مشكلة بنعني منها دلوقتي كل اللي بقى ماسك مكوة وبروتين بقى متخصصة وبقت مدربة وبقت يعني حاجة واو وبتدي دروس كمان ولما تيجي مسلا تقولها في برنامج زي تقولك هتتفعلي كامل اتفعلي كامل او الله فانا بقولي يا جماعة هو الموضوع مش انك تمسكي مكوة على فكر انا ممكن كده كبس كبسة زيادة الاقي الشعرية في ايدي في المكوة انا عايز اقول لي حضرتك في شعور انا انا تطرق طلب منك كنت بدي كورسات او كلام ده كله في شعرية بتبقى متهلكة من كتر السبغة مجرد ما تحطي عليها بس كده المكوة بسخونة الشعرية بتقع في يدك انا وانا شفتها في كورس واحدة كانت جايبة مكوة حالية قوي والشعر خلاص اللي هو تمسكيه كده بمقاستك اللي هو بسميه بمقاستك اه هو على فترة كل شعر يعني المسبوخ غير مثلا الافريكي كل واحد منهم له درجة حرارة معينة ولو كبسات معينة يعني ما ينفعش اشتغل شعر مسبوخ بقى 100 مرة ومعلوك واشتغل بيه زي الافريكي اللي لسه اول مرة بعمله بروتين ده له درجة حرارة وده له درجة حرارة تانية قوالس وده بقى اللي بيفق متخصصة 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 عارف يعني ايه منتج فتاعة تشتغل بيه صح عارف يعني ايه مكوى ودرجات حرارة تاعة تشتغل بقى صح عارف انواع الشعر ايه وينفع بايه وازاي هو ده المتخصصة مش كل واحدة مسكة مكوى ومسكة منتج او اشتغلت بكم سمية منتج بقت متخصصة خلص عشان كده احنا بنحذر كل الناس انك تختاري حد قوي عشان زي ما احنا قلنا شعرك نص جمالك وطبعا احنا بنرشاهك استاذ داليا لان هي حد متميز جدا وحادي كمان عامل عروض عشان تجرب بنفسك قوتها عاملة ازاي استاذة زاليا حضرتك لو انا مثلا دلوقتي عاملة شعري بروتين بيبقى مفروض عايدي وناعم تماميا لو انا حبيت عامل مثلا فيه شكل تكثيره مع العزب فهو اصلا ما ينفعش تعرضي الحرارة نهائي بتحب مثلا هتعمل فرما او الكلام ده يعني اول ما تخسليها هيرجع تاني بطبيعته بس هيبقى برضو كفيه لو انت مثلا حبيت تعمليه كيرلي او كلام ده هيبقى برضو كياخد وضع التكثير يعني مثلا زي المكوى النار بصي هو بيبقى الشعرية اما البروتين بيتعمل على الشعر بيبقى الشعرية متغلفة كده زي مثلا عارفة اللي هو الشامع مثلا كده انت لو يعني مثلا ايه الشعرية متغلفة هي انت لو تانيتيها او قصتيها بتكسري روابط الشعرية فما ينفعش او يعني البروتين انا كده هبدأ ان انا اقاذ البروتين اللي شعر بشبط او فهيرجع زي الاول تاني مش هيرجع زي الاول بس هيكسر هيكسر او تمام شكرا برمجة فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا ازاي تتعامل هو ده برضو وركزه بكلامنا تستاذا داليا جدا ازاي تتعامل مع شعرك يا جماعة ده مش جماد ده حد حساس جدا ولازم استعامل زي الزرع كده اصدق ما بيحتاج دي رغاية لا يمكن اكتر من الزرع كده انا هم زي البيب الصغير بالضبط اقل حاجة اقل حاجة ممكن توقع الشعرية ممكن تبواز الدنيا ما هو حضرتك نص جمالك ليه لان مش اي حد يبقى شعر بالقوة دي هو تتاجل بنت اصدق شعرها وزي ما قلنا عندك تساقط شعرك مهلوب شعرك بايز شعرك متضمر في حفر حفر دي يا جماعة ده مسمى عندنا اللي الناس اللي بيبقى لها هنا اماكن كده فاضية هنا وهنا من تأثير الانيمي دي اماكن الانيمي لما تيجي عند حد بتعمل له مشاكل هنا 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 دي الحفر وورا دي الاماكن الضعيفة قوي اللي لما برضو متخصصات وطبعا سيدة داليا تسير في الموضوع ده متخصصات المحترفة من اول ما بتشوف الشعر تقولها هل ليك انت عنيك انيمي ليه بتبصها الاماكن دي اللي السيدة داليا من الحاجات برضو اللي احنا شفناها عندها ان هي بسهولة جدا بكترة تعمل كده بس زي ما احنا قلنا الموضوع مش موضوع سحر وبنحط على الشعر ويخص الموضوع لا خالص الموضوع بالنسبة لنا تعملي ايه وتزبطي ازاي كل ده احنا بنشكرك جدا على تواجدك معانا وابكتر شرفتينك شرفتيني ايه شرفتيني ايه بومي ايه تسير جماعتك اه وزي ما احنا قلنا اه يا جماعة اه شعرك نص جماعتك شعرك متسترخصيش فيه انتي لو حضرتك عادة تشتري موبايل بتجيبي اعلى حاجة ان شاء الله واتقوليه بقى مشاكل مادية واصل وكلام ده كله انت حضرتك بتعملي جماعية بألافات عشان تشتري موبايل اعملي جماعية بألافات برضو عشان تبقيني نفسي كسير جماعي او اتفرج على برنامجنا واحنا هنقدم كل شوية عروض للناس متميزة زي السيداليا استغليها لان العرض ده الموضوع تقدي ايه هو خلال الشعر ده الموضوع واحد خلال الشعر ده استغله العرض واستغله ومش عرضه بس انا عمدان بعمل عروضه على طول يعني هل بتجي بتانيه وطبعا بجي لستة داليا بسم الله ان شاء الله عليه عروض كتير استغلوا استة داليا وان شاء الله كل مرة هنقدم لكم الجديد خلص الكلام سلام مع السلامة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة